اهلا وسهلا بكم مع مسعبير خطة. النهاردة ان شاء الله هناخد درس مهم جدا في الجرامر اسمه درس ده مقرر على الصف السادس الابتدائي وعلى كل المراحل اللي هي كونكت بلاس برايماري سري برايماري تون زمن المضارع البسيط زمن المضارع البسيط هناخده كده على شكل اغنية طبعا احنا عارفين الضماير اللي عندنا بالانجليش يبقى في زمن المضارع البسيط نقسم الضماير لفريق اين الفريق الاول هي وشي وقت مع هي وشي وقت هنجيب الفرب بلاس اس مع هي وشي وقت هنحط الفرب بلاس اس او اي اس او اي اس بلاس اس او اي اس او اي اس المهم في النهاية هيكون حرف الاس ماشي طيب نشوف بقى امتى هحط اس وامتى اي اس وامتى اي اس الاس ده العادي اننا دايما المفروض ان انا هحط اس طيب والاس لما هينتهي الفعل باس او اس اس او 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 أشوف بقى اللي قبله لو كان حرف ساكن لو انتهى الفيربي بحرف الواي أبص على اللي قبله لو كان حرف ساكن هحزف الواي وأضيف آي إي إي إس طب إيه هم الحروف الساكنة؟ هم كل الحروف معادة الحروف المتحركة يبقى أنا المطلوب مني أعرف الحروف الفاولز المتحركة فاولز اللي هم إيه؟ إيه إي آي أو يو إيه إي آي أو يو دي الحروف المتحركة لو انتهى الفعل بحرف الواي قبله متحرك هنحط إس بس لو انتهى الفعل بحرف واي قبله حرف متحرك زي مثلا بلاي واي قبلها الـ إيه متحرك هضيف إس وخلاص بقى مش هاحذف حاجة ولا عمل حاجة إما لو انتهى بواي قبلها ساكن هاحذف الواي وحط اي إي إس يبقى الفاولز اللي هما الـ a وe وال-i وال-o وال-u إيه ضرب الإي قالت آي شاكل الأو قالت يو ده عشان نحفظها لأطفال الصغيرين طيب نكمل قلنا إحنا مع الهي والشي والإت هنقسم الضماير لفريقين الهي والشي والإت هنحط الفيرب بلاس إس تمام طب أنا لو عايزة أنفي الجمل اللي في زمن المضارع البسيط مع الهي والشي والإت هنفيها بإيه لو حبيت انفيها هنفيها بضازنت ومع ضازنت هشيل الإس لو حبيت انفيها هنفيها بضازنت ومع ضازنت هشيل الإس لما الشيل الإس هيرجع الفعل مصدر زي مكان نشوف مثال كده يعني أنا مثلا لو قلت هي بلايز فوتبول تخلي بالنا إن زمن المضارع البسيط دايما بيتكلم عن عادات أو أفعال متكررة فأنا بقول هو بيلعب كرة قدم كل يوم طيب أدي مع هي أضفنا إس للفيرب الفيرب طبعا أخر واي قبلها حرف متحرك فأضفنا إس بس هي بلايز فوتبول إفري داي طب لما نفيها بقى هنفيها بضازنت ونشيل الإس يبقى هي دازنت وأشيل الإس هي دازنت بلايز فوتبول وكمل باقي الجملة زي ما هي فوتبول إفري داي كده تمام هنقسم الضماير لفريق إيه لهي والشي والإد هنضيف نجيب الفيرب ونضيف له إس لما حبا فيها هنفيها بضازنت ومع ضازنت هشيل الإس هي بلايز فوتبول إفري داي هي دازنت بلاي فوتبول إفري داي طيب لما حب أسأل سؤال بهل السؤال بهل هنبدأ بضاز وبعدها فاعل وبعدها مصدر سؤالنا بهل هنبدأ بضاز وبعدها فاعل وبعدها مصدر هنبدأ بلايز فوتبول لما أجاوب عليها هجاوب بيس أو نو لما أجاوب عليها هجاوب بيس أو نو يعني إجابة السؤال اللي هو بهل هجاوبه يا إما بيس يا إما بنو طيب وبعد يس ونو هنعمل مقص هنجيب الثاني في الأول والأول في الثاني يعني هنا هي جايبينها رقم اتنين هي هنحطها رقم واحد يبقى ياس هي وضاز رقم واحد هجيبها أخليها رقم اتنين ياس هي داز ومع نو هحط نوت نو هي دازنت مع نو بحط نوت يبقى ياس بجاوب على سؤال داز بيس أو نو واجيب الثاني في الأول والأول في الثاني ياس هي داز أو نو هي دازنت مع نو بضيف نوت عند الإجابة بنو بضيف نوت خلاص كده؟ ماشي لو محب نسأل سؤال بكلمة استفهام سؤال بكلمة استفهام هنعمل ايه؟ هنبدأ بكلمة الاستفهام هنجيب كلمة الاستفهام في الأول وبعدين داز وبعدين فاعل وبعدين مصدر نبدأ بكلمة الاستفهام وبعدين داز وبعدين فاعل وبعدين مصدر يعني مثلا what داز ماذا هو يلعب لما حب أجاوب على السؤال هشطب وط وشطب دز وابدأ بالفاعل لما حب أجاوب على السؤال هشطب وط وشطب دز وابدأ بالفاعل لا مش هتنفع علشان اله والشي والإت بيجي معاها الفيرب بلاس إس يبقى هي بلايز فوتبول يبقى لما حب أجاوب على السؤال هشطب وط وشطب دز وابدأ بالفاعل أو أي كلمة استفهام على فكرة تتشطب يعني لو كانت وير أو وين أو أي كلمة استفهام هشطب كلمة الاستفهام وشطب دز وابدأ بالفاعل ونجيب الفعل ومتضف له إس تمام كده الجزء الثاني اللي احنا سيبناه اللي هو هنقسم الضماير لفريقين الهي والشي والإت الفريق الثاني هنجيب معاهم الفيرب في المصدر يعني من غير إس الفريق الثاني الفريق الثاني هنجيب معاهم الفيرب في المصدر يعني من غير إس لما حبا فيها هنفيها بدونت لما حبا فيها هنفيها بدونت يعني هقول لما حب أسأل سؤال بهل هجيب دو هبدأ بدونت وبعدها فاعل وبعدها فاعل هبدأ بدونت وبعدها فاعل وبعدها فاعل هل أنت تحب الرز؟ لما أجاوب عليها هجاوب بيس أو نو واجيب الأول ثاني والثاني في الأول معا دا يو تتحول لآي ليه بقى؟ أنا بقولك دو يو هل أنت تحب الرز؟ لما أنت طبعا هتجاوب عليها هتقولي نعم أنا أحب الرز أو لا أنا لا أحب يبقى دايمان هتتحول لآي في أي سؤال هتقابلني يو هتحولها لآي هتبقى ياس وهبدل كده المقصة هوا بس يو هتبقى آي تبقى ياس آي دو أو نو آي دونت معا نو بضيف نوت ياس آي دو أو نو آي دونت دا سؤال بهال طيب لما أحب أسأل سؤال بكلمة استفهام سؤال بكلمة استفهام هبدأ بكلمة الاستفهام وبعدين دو وبعدين فاعل وبعدين مصدر دي كده دو فاعل مصدر دا سؤال بهال كل اللي بزوده عليه كلمة الاستفهام يعني مثلا what do you like ماذا أنت تحب لما جاوب عليها هحزف أداة كلمة الاستفهام واحزف دو ويو تتحول لآي برافو عليكو شطار يو تتحول لآي آي لايك رايس أنا بحب الأورس خلاص كده الدرس خلص مش باقي غير ناخد الكلمات الدالة عليه طبعا زي ما قلتلكم في زمن المضارع زمن الماضي البسيط إن أي زمن في الإنجليش لازم يكون لي مفاتيح لي كلمات أشوفها في الجملة أعرف إن ديك كلمات بتاعت الزمن ده كلمات الدالة عليه على زمن المضارع البسيط زمن المضارع البسيط بيعبر عن عدات أو حقائق عدات يعني كلها كلمات هنا هتضل على أوقات معينة بعمل فيها حاجات معينة أول كلمة اسمها always يعني دائما usually عادة often تي هنا سيلنت أحيانا sometimes في بعض الأوقات sometimes never أبدا مش بعمل الحاجة دي نهائي أبدا أو hardly ever يعني نادرا always usually often sometimes never hardly ever طب مكانهم فين مكان الكلمات دي فين بقى تيجي بين الفاعل والفاعل يعني هي أو شي أو ات أو اي أو وي أو يو أو زي فاعل وبعدين أي كلمة منهم وبعدين الفاعل ما عادة ما عادة إيه بقى فيربيتو بي أصلا فيربيتو بي ده أنا منفعش أبعده عن الفاكرين إحنا اللي خدناهم آي شيفس بتعم الأم هي وشي وإت شيفس بتعم الار لما يكون عندي ضمير وبعده أي فيربيتو بي ما ينفعش أفصيله عنه هيفضل زي ما هو وبعد كده تيجي أي كلمة من الكلمات الدل عليه ماشي يعني أنا أقول هو دايما متأخر أو هو دايما سعيد لكن لو أي فيربيتاني هجيب ما بين الفاعل والفاعل هي هو دايما بيستيقظ مبكرا هي أدي أولوز هنا أهي ما بين الفاعل جت ده فير وأدي الفاعل يبقى المكان الكلمات دي بييجي ما بين الفاعل والفاعل معادة فيربيتو بي لأن فيربيتو بي ما ينفعش أفصيلهم عن بعض هم كده توقع مع بعضهم ما ينفعش أننا أفصيل أي عن أم ولا هي ولا شي ولا إت عن إز ولا وي ولا ز عن آر كده الدرس إن شاء الله كله خلص لو عجبكوا الفيديو واستفدتوا اشتركوا في القناة وادعموها وود باي